السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارح كان في حفلة للفنان الكبير محمد فؤاد وإحمد سعد وفجأنا بالناس على السوشال بيديا وأصحاب القناة كاتبين عنوين كده الفيديوهاتهم غريبة جدا زي محمد فؤاد وأهانده للشعب المصري محمد فؤاد يا جماعة زي أي فنان والفن هو القوة النعمة بالنسبة لمصر والحفل كان كبير وكان فيه تفاعل كبير في حفلة الفنان محمد فؤاد اه يعني ازاي محمد فؤاد هان الشعب المصري عشان كل ده عشان كان بيقول ان حلم حلم ده والله حلم ان احنا هنغني لأعظم ناس على وجه الارض للسعودية اللي علمتنا يعني ايه اخلاق وكرم يعني السعودية والبلاد العربية كلنا عرب وكلنا مسلمين والكرم والاخلاق والطيبة من شام العرب كل عربي اصيل ومسلم حقيقي وكل العرب فيهم الخير وفيهم البركة وفيهم الاصل الطيب يعني هو فنان بيجامل كلمة حلوة وكلمة مجاملة للشعب السعودي والشعب السعودي اخلاق وكرم وطيبة واحنا عيشنا مع اهل السعودية والسعودية بلدنا التاني وفيها يعني وفيها فعلا كرم وجود واهلها طيبين والشعب المصري طيب والعرب كله طيبين يا جماعة احنا ليه دلوقتي طالعين بنتكلم وبنفرق بين الشعب المصري والشعب السعودي عشان فنان قال ان الشعب السعودي علمنا الاخلاق والكرم اه ليه يعني ليه بنعمل تفريقة ونعمل بلبلة بين الشعبين الفنان قال كلمة وكلمة حلوة ومجاملة كتير طالعة بتقول له تكلم عن نفسك بلاش تقول الشعب المصري ليه التفريقة بيننا وبين اي شعب اه عربي شعب مسلم شعب احنا كلنا شعوب عربية واهل الجزيرة اهلنا واهل اه جزائر واهل المغرب كلنا اه بين دين بدين واحد دين الاسلام بتكلم على الامة الاسلامية من الشرق للغرب شوف تتعلاقات كتير بتتكلم على الفنان محمد فقيد وبتقول ان فوج ده اصبح اسلوب حياة وعشان ابو نصر يشغلوا طب يا جماعة ليه نجرح في الناس وليه نجرح يعني في اخلاق الناس وليه عشان ايه بارح كان بالفعل كان الحفل جميل وكان فيه اجبال على الفنان محمد فقيد بالفعل الشعب المصري شعب اهل الجود واهل الكرم واخلاق طيبة والشعب السعودي وكل الشعوب العربية وكل الشعوب اللي بتعلم اللي بالدين بالدين الاسلامي وتعليم الدين الاسلامي احنا والسعودية يا جماعة شعب واحد واكفينا فخرا ان منهم سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واكيد الفنان الكبير محمد فقيد بيقصد آآ يعني انهم سيدنا محمد آآ من سلالة مكة من اهل مكة والصحابة والمسلمين الاوائل احنا بنحب اهل السعودية وبنحب العرب كلهم وفعلا هم اهل جود واهل كرام واهل اخلاق الطيبة وشيام كرام فيهم الخير والبركة والاصل الطيب وعاشت مصر وعاشت السعودية وعاشت البلاد العربية من المغرب ولا عزة لنا الا بالاسلام بس بنقول يا جماعة للفنان محمد فؤاد وللفنانين انتو كوال النعمة المصر بلاش يعني ما تتكلموا او في ناس بتحمل الكلام على محمل سيء وبيعملوا فتن بين الشعوب بلاش تتكلموا اكتر من اللازم على المسرح الناس ثابت كل نجاحات محمد فؤاد وكل آآ العشرين سنة ولا التلاتين سنة اللي فاتوا ومسكوا في الكلمة ديات مع انه هو بيقول قوله صح لانه هم العرب اهل جود واهل كرم واهل والسعودية آآ يكفي ان رسول الله من اهل السعودية ومن اهل مكة ويكفي شعب مصر ان احنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني ودايما الروح تشتاء الى مكة والى المدينة والاراضي المقدسة للمسلمين جميعا من المشرق للمغرب تقلق الموضوع تاني هو الفنان احمد سعد آآ صوته جميل وحنجرة زهبية واحساس آآ جميل جدا الى انه طالع في الحفلة بيسير الجدل لابس حلق ولابس آآ آآ يعني آآ مخرم كده زي بتاع الصيادين آآ والمظهر ما كانش حلو خالص والبدلة بتاعته آآ مع ان بيقولوا الاميس ده كان لابسه برضو عمر سعد ولابسه فنان اسمه احمد مجدي الى ان يعني الاميس ما كانش مناسب للحفلة ولا المكان اللي هو كان موجود فيه آآ وبيقولوا ان الاميس ده بخمسين الف جنيه. طالع الفنان احمد سعد مع الفنان عمر سعد آآ وعملين اغنية اسمها عملنا حاملة آآ كان الحفلة جميل جدا وكده الى ان آآ عمر سعد واحمد سعد قالوا بقى ناخد ترند آآ بحلق احمد سعد والاميس الشميز اللي هو لابسه آآ يعني انا يعني بحس ان الفنان لازم بيكون محترم وبيبقى ملتزم وكل حاجة حتى يعني لو لبس بادلة سبور بادلة آآ شيك كده كان احسن من الاميس اللي هو لابس لابسه بمنظر ده لان احمد سعد كيمة وقومة فنان كبير وصوته حنجرة زهبية واغانيه كلها جميلة الحقيقة آآ ف ف يعني بحب آآ 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 الفنان يحترم المتابع يحترم المستمع لان انت ليك اغاني وليك رصيد عند الناس آآ فما اطلعش في حفلة ألبس قميز زيدة يقلل من امتي قدام المعجبين بتوعب قدام الجماهير فده بيقلل من كيمة الفنان او الفنان يلبس على الموضة يلبس اللي هو عايزه يعني بيقول لك كل اللي انت عايزه يلبس اللي يعجب الناس فاتمنى ان هو ياخد باله من الملاحظة بتاعت الناس دي وان القميز اللي كان لابسه او الموديل اللي كان لابسه ده ما كانش مناسب للحفلة ولا لمكان الحفلة يا جماعة السعودية يا جماعة اراضي مقدسة السعودية بلد الرسول صلى الله عليه وسلم لها كل الاحترام ولها كل التقدير والتقديس انا يعني حاسة ان احمد سعدة طالع يسير الجدل في حفلة امبارح عشان يطلع تريند بالبادلة اللي هو لابسها دي والحلق اللي هو حطه في ودانه فيعني اقول ايه نعيبه زمانانا والعيبه فينا اذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك في القناة واشوفكم على خير في فيديو اخر